السلام عليكم والحمد لله الذي أنطقه كما قال تعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء في سورة حميم فأنت يا أشعري وتقول سادتنا الأشاعر سادتك أنت سود الله وجهك وكوجهه إن لم تتوب من هذه العقيدة الفاسدة شيوخك الأشعر يقول الله لا يتكلم بحرف وصوت وهذا خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه الصحابة والسلف والخلف بل حتى ابن حجر عسقلاني في فتح الباري يقول أن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلام نفسي فأنت تقول لي أني أنا لم أقرأ الكتب الأشاعر ولا أعرف عقيدتهم والظاهر أنك أنت الحمد الله أنت لا تعرف عقيدة الأشاعر ولم تقرأ لهم وأنت تتبعهم إتباع الأعمى وهم يعني يقضونك نتهلك والهلاك أسأل الله أن يتوب عليك وأن وأن يردك الحق ردنا جميلة يا نسر يا آقل وأنت لست حتى قبر أو غراب شكرا لكم